السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو أثبات تقوص الساقين عند الأطفال تقوص الساقين عند الأطفال نوعين نوع فيسيولوجي أو طبيعي وده بيحدث في أول سنتين والنوع الثاني مرضي ويكون بسبب مشاكل صحية أو عادات خاطئة تقوص الساقين عند الأطفال هو ابتعاد للركبتين عن بعض والرجل بتنحني للخارج وبالتالي بتعمل تقوص في ساق واحدة أو ساقين اتنين يعني تقوص الساقين ممكن يكون في ساق واحدة أو ممكن يكون في ساقين اتنين الأم بتبدأ تلاحظ تقوص الساقين بعد 6 شهور من الولادة لما الطفل يبدأ يمشي ويتحرك ويبدأ تقييم الحالة تقييم حالة التقوص ودرجة التقوص في السنة التانية من عمر الطفل هنتكلم النهاردة عن 14 سبب لتقوص الساقين عند الأطفال أول سبب نقص فيتامين دال في جسم الطفل فيسبب لين في العظام وتقوص في الساقين تاني سبب الاكثار من شرب المشروبات الغازية تالت سبب عدم تعرض الطفل الكمية الكافية من الشمس يوميا رابع سبب إصابة الطفل بأمراض الكبد والكلة اللي ممكن تؤدي إلى لين وضعف العظام وتقوص الساقين خامس سبب الاعتماد الكل على اللبن البقري وبالتالي الطفل مش بيحصل على العناصر الغذائية اللازمة زي الفيتامينات والمعادن اللي مهمة جدا للعضلات سادس سبب الاكتفاء في أول ست شهور من عمر الطفل بلبن الأم فقط سابع سبب تناول الطفل للنشويات بكمية كبيرة زي الرز الماكرونة البطاطس تامن سبب عدم الاهتمام بإطعام الطفل مواد بروتينية زي صفار البيد والأسماك الدونية زي التونة والسردين تاسع سبب إصابة الطفل بتسمم الفلورايد والرصاص عشر سبب إصابة الطفل بكسور في الصاق والكسور دي ما بتلتقمش بطريقة صحيحة وتسبب تقوص في الصاق السبب اللي 11 ممكن يكون أثناء الولادة لأن الطبيب ممكن يكون يخرج الطفل أثناء عملية الولادة بطريقة غير سليمة العظام في الوقت ده بيكون لينة وضعيفة وممكن يحصل تقوص في الصاقين السبب اللي 12 الإصابة بمرض بلاونت والمرض ده معروف باسم عدمة الصاق المنتفخة والتقوص ده بيصيب أعلى عدمة الصاق وكلما يكبر الطفل كلما تزيد المشكلة السبب الثلاثر مرض التقزم وهو خلل في نمو الطفل يسبب تقوص الصاقين السبب اللي 14 هو مرض بيسموه مرض باجت والمرض ده بيأثر بطريقة غير سليمة على عملية بناء العظام العظام بتكون ضعيفة وليينة وممكن يحصل تقوص في الصاقين كده يبقى احنا تكلمنا النهارده عن أهم 14 سبب لتقوص الصاقين عند الأطفال ما تنساش تعمل لايك للفيديو ما تنساش تشارك الفيديو مع أصدقائكم ومع ناس تانية عشان تستفاد من المعلومة اللي فيه وإذا كنت عايز تشارك في قناتنا على اليوتيوب بسيب لك الرابط بتاع القناة تحت الفيديو في أول تعليق بتمنى ليكم الصحة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته